بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالجميع هذه تتمة لسلسلة تاريخ الأمم التي نرصد فيها تاريخ الخلفاء والملوك والأمراء والسلاطين منذ عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإلى يومنا هذا نحن الآن في أواخر عهد يزيد بن معاوية رحمه الله نريد أن نزدل الستارة عن هذه الفترة الزمنية التي تولى فيها يزيد بن معاوية الخلافة وحصلت اضطرابات سياسية واقتصادية أيضا في حكم يزيد بن معاوية الحقيقة أن يزيد بن معاوية واجه مشاكل كثيرة وصعوبات كبيرة في توليته للخلافة وقبل أن يلي الخلافة لم يكن محل وثاق من الصحابة والتابعين في توليته الخلافة كما هو مرمانا ثم لما تولى الخلافة بدأها بمقتل سيد الشهداء الحسين رضي الله عنه سيد شهداء زمانه والحسين كانت حادثة مقتله من أفجع الحوادث في التاريخ لأنه قد قتل معها جماعة من آل بيته يقدرون بسبعين رجلا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلا يسلم ثم جاءت حادثة وقعة الحرة بعدها تقريبا بثلاث سنوات يوم أن استبيحت المدينة استباحها مسلم أو مسرف بن عقبة قائد يزيد بن معاوية وقتل في أهلها مقتلة عظيمة واستباح المدينة التي تضم في جنباتها خير الوراء رسول الله صلى الله عليه وعلا يسلم خلافة يزيد لم تستمر طويلا ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف لكن تخيلوا أن مثل هذه الحوادث الجليلة تمت في عهده ثم جاءت المشكلة الكبرى التي بها نختم ما يتعلق بالمعارضة التي قادها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عبد الله بن الزبير سيأتي الكلام على خلافته لأنه يعد أحد خلفاء المسلمين في فترة ما بين الدولة السفيانية التي بدأت بعهد معاوية والدولة المروانية التي بدأت بعهد مروان بن الحكم وكلاهما من بني أمية لكن جاء في وسط هاتين الدولتين عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ويعد من خلفاء المسلمين وسيأتي الكلام عليه مفصلا إن شاء الله لكن عبد الله بن الزبير بدأت تحركاته بدأت تحركاته في أواخر عهد معاوية فهو أحد الذين رفضوا أن يبايع يزيد بن معاوية وعبر عن رفضه بشكل صريح ولما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى العراق طلب منه عبد الله بن الزبير أن لا يخرج وأن يمكث في مكة وأن يبايع وسيكون ردءا ودافعا وحاميا له لكن الحسين رضي الله عنه أصر على أن يخرج إلى العراق فعبد الله بن الزبير كانت له تحركات مزعجة لدولة بني أمية فلما جاءت حادثة مقتل الحسين وعظم ذلك على أهل الحجاز في مكة والمدينة ثم جاءت حادثة وقعة الحرة كان هذا سببا في بداية الثورة أو الخروج التي قادها عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هذا الأمر لم يكن خافيا على يزيد بن معاوية يزيد كان يدرك أن هناك تحركات لعبد الله بن الزبير وكان هو أحد المؤيدين لما يجري فيه الحجاز لكن ما الذي صنعه عبد الله بن الزبير؟ أحس عبد الله بن الزبير أنه بحاجة إلى ملاذ آمن لبداية تلك التحركات المدينة ليست بمأمن فحادثة وقعة الحرة جعلته يفكر في الخروج وإن كان قد خرج منها قبل حادثة وقعة الحرة أين يذهب؟ هل يذهب إلى العراق؟ العراق الذين غدروا بالحسين؟ لا يمكن هل يذهب إلى مصر؟ مصر تعتبر من أكثر الأماكن دعما لبني أمية إذن المكان المناسب هو مكة أولا لأنها حرم الله فيصعب على من يريد أن يهجم على عبد الله بن الزبير أن يستبيح حرم الله هكذا كان يضمن عبد الله بن الزبير ثم هي ملتقى الحجاج الذين يأتون من أقطار الدنيا فهو مكان صالح لإبث هذه الدعوة ثم هي أقرب له فهو ابن مكة أصلا وإن كان قد ولد في المدينة لكنه خرج من مكة ووالده خرج مع المهاجرين ثم هي قريبة من المدينة فلن يكون بعيدا عن الدعم الذي يمده به أبناء المهاجرين والأنصار في المدينة بالإضافة إلى كون مكة تعتبر عاطفة روحية وهي بعيدة عن الشام فانطلق إلى مكة قبل وقعة الحرة قبل سنة 63 من العجرة جرى ما جرى في وقعة الحرة فنم إلى يزيد بن معاوية أن عبد الله بن الزبير موجود في مكة وكان قد أرسل له رسلا يفاوضونه في ترك هذه الثورة على يزيد فبدأ معه يزيد بن معاوية باللين يذكره الله يرغبه وكان يرسل له الرسل تلو الرسل لكن عبد الله بن الزبير لم يقبل وإن كان قد استشار بعض أهل مكة واستشار بعض أصحابه بل استشار أمة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقالت يا بني عش كريما ومت كريما ولا ترك لبني أمية فتكون تبعا لهم أسماء كان لها موقف من بني أمية مشهور وهي التي أيدته على أن يكون صلبا أمام يزيد بن معاوية وهي التي دعته إلى ما دعا لنفسه من البيعة والخلافة أرسل جيشا أو قوة أرسلها يزيد لكن عبد الله بن الزبير استطاع أن يهزمها في نواحي مكة فلما جرى ما جرى في وقعة الحراة واستباحة المدينة أمر يزيد أمر يزيد مسلم بن عقبة التوجه من المدينة إلى مكة وقتال عبد الله بن الزبير لكن مسلم بن عقبة أدركته الوفاة بين مكة والمدينة في وادي يسمى وادي قديد وما زال الوادي معروفا إلى يومنا هذا وفيها مات مسلم أو مسرف بن عقبة ودفن هناك فصار هذا له شأن كبير في أيام عبد الله بن الزبير ولذلك زادت نفوذه وقوته ومما زاد نفوذه وقوته أيضا موت يزيد بن معاوية الخليفة فإنه توفي في حدود سنة 64 من الهجرة لأن يزيد لم يمكث سوى ثلاث سنين ونصف فهذا الأمر جعل عبد الله بن الزبير يدعو الخلافة لنفسه كما سيأتي وسأتكلم إن شاء الله عن عبد الله بن الزبير الذي كان يزيد يهابه يهابه وكان يذكره بالله واسبقيته في الدين وجهوده وجهاده ولعل هذا يكون سببا في صد عبد الله بن الزبير إلا كأنه كان يرفض رفضا قاطعا ويرى أن هذا من الدين وأن المصلحة تقتضي حماية لحوزة الدين ألا يريها رجل من بني أمية وأن خلافنا معكم ليس مع ذواتكم وإنما مع طريقة البيع والخلافة أن تكون وراثة وهذا ليس للمسلمين عهد به والحقيقة أن يزيد بن معاوية مع ما قدمه في الإسلام من جهود في حياة والده وبعد موت والده ومع كونه مبايعا من بعض الصحابة كعبد الله بن عمارة رضي الله عنه وغيره إلا أنه لم يكتب له التوفيق الذي كان يطمح إليه ولذلك بدأت خلافته وانتهت بصراع كبير في المسلمين لم يطوى هذا الصراع إلا بموته لأنه قد ولي الأمر من بعده ابنه معاوية ابن يزيد بن معاوية وابن يزيد معاوية بن يزيد كان رجلا صالحا دينا وكان يطلب من والده أن يحقن دماء المسلمين وأن لا يقاتل عبد الله بن الزبير كان يذكره الله لكن يزيد أصر على ذلك فطويت صفحة خلافة يزيد بن معاوية بما جرى ولعله لاحقا إن شاء الله تعالى نتكلم عن بيعة معاوية بن يزيد وما جرى له بعد ذلك إن شاء الله تعالى نراكم على خير